بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة تشرين الأول 2019 في العاصمة بغداد وبعد الجدية في الإصلاح التي لمسها المتظاهرون من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفي الوقت الذي يرى مراقبون نضجا سياسيا واضحا في مطالب المتظاهرين يرى آخرون أنها تؤسس لمسار وطني من خلال نضج المطالب ومدى أهميتها والتي أوجزوا جانبها الدستورية الجماهيري إن صح التعبير في تغيير قانون الانتخابات والذهاب إلى إجراء انتخابات برلمانية نزيهة واعتماد هيئة مستقلة للانتخابات بإشراف أممي بعيدا عن ضغط الميليشيات المسلحة إضافة إلى رفضهم للدوائر المغلقة والمطالبة باعتماد الدوائر المتعددة الشعب العراقي يتطلع إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة ومستقلة وتعتمد فيها المناطق المتعددة وكذلك القوائم العلنية وليس القوائم المغلقة وذلك لكي يتيح لكافة أبناء الشعب العراقي الاختيار الصحيح المتظاهرون أشاروا إلى أن الانتخابات السابقة أثقلت كاهل الشعب العراقي وأخرت تقدم البلاد اقتصاديا نحن مع الدوائر المتعددة وليس الدوائر المغلقة وقد أثبتت السنوات والدورات السابقة فشلها في هذا المجال حيث كانت هناك التزوير وهناك تصعيد أشخاص ليسهم أهلا للمسؤولية قانون انتخابات وهيئة مستقلة للانتخابات وإشراف أممي على الانتخابات أكدها متظاهرون آخرون نحن أول ما طلبنا طلبنا بحقوقنا أنه حقوقنا ما كفلها الدستور وطلبنا نحن بقانون الانتخابات وهيئة مستقلة للانتخابات بإشراف أممي نحن نأيت الدوائر المتعددة ما نريد هذه دوائر وسطهم مغلقين ومن بين مطالب المتظاهرين أيضا اعتماد الدوائر المتعددة وضرورة تعديل الدستور لازم تعديل الدستور لازم نريد عالم مصلحين رد عالم عراقيين رد الأسماء التصعد ولا هم للعراف فقط وتبقى مطالب المتظاهرين الإصلاحية في مقابل مطامع العابثين النزال مستمر وحزيران المقبل هو الحكم اشتركوا في القناة شكرا